السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاث لا بد أن تستكر في دهنك لا نجاة من الموت ولا راحة في الدنيا ولا سلامة من كلام الناس يقول أحد الصالحين إذا ضاقت في وجه الدنيا قرأت صفحات من القرآن وما هي إلا أيان فيفتح الله لي من حيث لا أحتسل رزقا وعلما وفهما وعندما نتأمل بداية صورة طاها عند قوله تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعرف أن القرآن سبب للسعادة والبعد عن الشقاء ولو تأملنا نهاية نفس الصورة عند قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة البنك نعرف أن من أهم أسباب التنك والضيق والكآبة هو البعد عن كتاب الله وذكره اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا تأملوها يرحمكم الله ما أجمل الفجر فريدته تجعلك في ذمة الله وسنته خير من الدنيا أو ما فيها تجتمع فيه ملائكة الليل والنهار إن قرآن الفجر كان مشهودا جاذبية القرآن الذين يعيشون مع القرآن تلاوة وحبزا ينفيدون بخاصية ملائعة وهم كلما استمالتهم الدنيا تذبهم القرآن إليه بلطف فعادوا تائبي كم من الهموم انفرزت بسبب ركعة وكم من الأمراض شفيت لسبب دعوة وكم من الأمور تيسرت لسبب دمعة مستو شكواكم لخالقكم فإنه جيب دعوة مدطرين عبارة هزتني كثيرا نحن في امتحان وفي أي رحبك قد يتم مصحب ورقتك وينتهي وقفك الذي خصصه الله لك فضلا ركس في ورقتك وترك ورقة غيرك مصيحة تاملة أثت قبرك بأجمل الأثان الصلاة الصدقة القرآن رجاء ماذا قبل أن تغيرك